موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد من خلال برنامجي بين السطور حيث نعرض لأبرز المقالات والكاريكاتيرات التي تناولتها الصحف المحلية العربية والعالمية مع قراءة فيما بين سطور هذه المقالات ونبدأ بالصحافة المحلية بعد الفاصل الحديث عن النكبة الفلسطينية كان حاضرا في مقالة وقراءة الصحف الأردنية إذ يصادف اليوم الخامس عشر من أيار الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية إذ يكتب محمد داودية في صحيفة الدستور مقالة جعل عنوانها كمن هارت النازية كذلك الصهيونية ويقول فيه تتوافق النكبة الأولى التي حلت بشعبنا العربي الفلسطيني سنة 48 مع النصر الهائل على النازية والفاشية الذي احتفلت به شعوب العالم يوم الخميس الفائت هذا النصر يلهمنا بأننا سنحقق ذات يوم مهمة دحر الاحتلال الإسرائيلي الذي تتعاظم مقاومته ويتعاظم وقوف شعوب العالم ضده لم تمر على كيان الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات السبعين الماضية ذكرى أسوأ من ذكرى تأسيسه التي تصادف اليوم إن يوم النصر على النازية والفاشية يحمل أصدع الآمال وأبرز البراهين للشعوب المضطهدة على حتمية خلاصها مقالة أخرى في موضوع النكبة والتي تتوافق هذا العام مع الحرب المسعورة على غزة كتبها الدكتور بكر خازر المجاري تحت عنوان من النكبة 48 إلى غزة بين متفرج ومذبوح ونشرت في موقع عمون الإخبار ويقول فيها غزة تتعرض لأشرس هجمة بلا إنسانية وبلا قواعد القانون الدولي وبمخطط شيطاني قرأنا عنه في البروتوكولات وفي تعاليم إبادية وهل نبقى في خانة الوصف وقرارات دولية وإيدانات وأهلنا يبادوا ويضيف بالطبع لا حول لنا ولا قوة فتزدحم مدرجات المشاهدين وإن كانت هناك جهود هنا وهناك ولكن ما وصلت إلى الجهد الأردني فمنذ اليوم الأول للعدوان وجلالة الملك عبد الله الثاني يحذر من العواقب والنتائج التي بدأنا نلمسها والأردن في قلب المعركة من خلال مستشفيين في غزة وخان يونس وإنزالات جوية شبه يومية وقوافل برية مستمرة وإعانات من الشعب الأردني تتواصل ومرضى غزيين يصلون إلى الأردن معالجات أخرى نطالعها في مقالات اليوم حول النجاحات والإنجازات التي حققها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة والتي تدعو للتفاؤل خاصة وأنها تمت في ظروف إقليمية وعالمية تزخر بالاضطرابات السياسية والاقتصادية الدكتور محمد أبو حمور كتب في الرأي نلمس ذلك في عدة مجالات بما فيها قيام مؤسسة مودز برفع التصنيف الاعتماني للمملكة واختتام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح وتلبية المعايير المتفق عليها مع الجهات والمؤسسات الدولية كما يضاف لذلك الاستمرار في الحفاظ على نسبة تضخم هي الأدنى في المنطقة واحتياطيات من العملات الأجنبية تزيد عن 19 مليار دولار تكفي لتغطية المستوردات لأكثر من ثمانية أشهر وينهي أبو حمور بالقول إن ما تحقق من إنجازات حتى الآن هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية وساهمت في تقليص التداعيات السلبية للأزمات والاضطرابات الإقليمية والعالمية واليوم نحن أحوج ما نكون لمواصلة العمل على تحسين الإدارة الحصيفة للاقتصاد عبر المراجعة المستمرة والتقييم الهادف إلى معالجة الثغرات والبناء على المنجزات وصولا إلى واقع اقتصادي مزدهر يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين وينهض بمستوى معيشتهم ويولد مزيدا من فرص العمل للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة وبالانتقال إلى قرائتي ما بين سطور المقالات لهذا اليوم معنا عبر الاتصال الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حماد فرعن مساء الخير سيدي يا هلا مساء النور سيدي تحل الذكرى السادسة والسبعون للنكبة الفلسطينية على وقع الحرب على غزة وإسرائيل تمارس أشرص الجرائم ضد الإنسانية بالقتل والتهجير ألم تكن كل هذه السنوات كافية لعدم تكرار السيناريو؟ تفضل سيدي شكرا يا سيدي أولا النكبة والتواصلة الذي حصل عام الذي يحصل اليوم في قطاع غزة هو نفس الذي حصل عام 48 ولكن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن عام 48 لم يكن هناك صورة لم يكن هناك مشهد لم يكن هناك كاميرا يتابع الحدث ولذلك ارتكبت المجازر والجرائم عام 48 بدون مراقبة دولية أما اليوم فوقاحت الاحتلال ووقاحت المستعمرة الإسرائيلية أنها تمارس القتل والتدمير والخراب تحت الكاميرا وبمراقبة مباشرة وفي نقل مباشر أمام العالم أن العالم بدأ يتحرك لصالح الشعب الفلسطيني طلبت الجامعات الأمريكية والأوروبية وعلى أرقى الجامعات في العالم عبروا عن تضامنهم أولا مع الشعب الفلسطيني في تعاطف معه ودعمه وإسناده وثانيا بالانكفاء عن المستعمرة الإسرائيلية وشجب أفعالها وجرائمها ثالثا وهذا شيء مهم شجب فياسات بلادهم المؤيدة للمستعمرة الإسرائيلية نعم أستاذ أحمد الفران إذا سمحت تفضل بالبقاء معنا للتعليق على مقالة أخرى في الصحافة العربية الكريكاتير لهذا اليوم لعماد عواد عبر موقع سواليف في ذكرى النكبة الفلسطينية نشاهد للحرب في غزة وجه آخر إسرائيل والعباءة الأمريكية والنووي الإيراني بين الحلال والحرام هذه أبرز عنوين المقالات التي تناولتها المواقع والصحف العربية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية افتتاحية صحيفة القدس العربي حملت عنوان عقود النكبة سيرورة همجية مفتوحة وتقول الافتتاحية في أيار الجاري تتزامن مناسبات تاريخية جديرة بالاستذكار والاستعبار مع وقائع راهنة ليست منفصلة عن الماضي فحسب بل تفرض ارتباطها بالحاضر مثلما تعكس مفاعلها على المستقبل ولا غرابة أن فلسطين هي المادة والميدان والمدى في ذلك كله فكيف لا تكون الذكرى السادسة والسبعين لزرع الكيان الصهيوني في فلسطين والمنطقة على صلة مباشرة بنحو ثمانية أشهر من حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أولا وفي الضفة الغربية والقدس تاليا وتعرض الافتتاحية لحصيلة الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي بالأرقام والإشارة إلى محطات تاريخية لهذا الإجرام لتخلص بالقول فكيف لا يكون حاضر دولة الاحتلال بمثابة مرآة جهنمية هوجاء تعكس المآلات الفاشية والعنصرية القصوى لدويلة قامت أصلا على استعمار استيطاني يستعيد حثيثا أسوأ ما خلفت أنظمة الأبرتايد في صحيفة العرب اللندنية مقالة خير الله خير الله جعل عنوانها التساؤل إلى أي حد تغيرت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ويرى الكاتب أن الواقع يقول أن إسرائيل لم تعد إسرائيل التي عرفناها وبات مطروحا هل في استطاعة بيبي في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الاستمرار في التمرد على الولايات المتحدة من دون حسيب أو رقيب كما فعل في عهد باراك أوباما ويقول الكاتب مع دخول حرب غزة شهرها الثامن ثمت سؤال عن مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وما إذا كان طراء تعديل على طبيعة هذه العلاقة تغيرت طبيعة العلاقة ما ليس معروفا إلى أي درجة سيكون عمق التغيير وحدها الأيام ستحدد ذلك تدفع إسرائيل ثمن سياسة توسعية اتبعتها طوال سنوات تقوم على الهرب من الحل السياسي تستهدف السياسة الإسرائيلية التي يرمز إليها شخص بن يمين نتنياهو تكريس الاحتلال غير آبهم بوجود ما بين سبعة وثمانية ملايين فلسطيني بين البحر المتوسط ونهر الأردن استنادا إلى أرقام رسمية يوجد أكثر من مليوني فلسطيني داخل الخط الأخضر أي أراضي ثمانية وأربعين ويوجد نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ سبعة وستين وأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أما النتيجة والخلاصة التي يصل لها الكاتب بعد عرض طويل للمعطيات على الأرض فهي تبدو بعودة الدولة العبرية وإن كانت بطريقة محدودة إلى العبائة الأمريكية كأحد النتائج التي ظهرت باكرا في ضوء حرب غزة ويختم بالقول ليس ضروريا أن يعيد التاريخ نفسه وأن تجبر أمريكا إسرائيل على قبول خيار الدولتين على أرض ما قبل حرب سبعة وستين لكن الأكيد أن شيئا ما تغير في العمق في العلاقة بين الدولة العبرية وأمريكا وموازين هذه العلاقة وبالعودة إلى الكاتب المحلل السياسي الأستاذ حماد فراعنة سيدي صحيفة لوموندا الفرنسية تؤكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يساعد في تخفيف معاناة الفلسطينيين وأيضا في حماية إسرائيل من نفسها هل هناك أي دولة غير أمريكا تعيق الاعتراف وما هو الحل تفضل شكرا أولا لازم يكون واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع المستعمرة الإسرائيلية كما يقول الكاتب الطحفي الأمريكي وهو يهودي دوماس فردمن أن إدارة الرئيس بايدن ستكون آخر إدارة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ستتبنى بالكامل فياست المستعمرة الإسرائيلية أي أن الإدارات الأمريكية لاحقا ستتغير في كافية تعاملها مع المستعمرة الإسرائيلية ذلك أن الإجرام والجرائم التي تقارفها المستعمرة الإسرائيلية ستغير من الوضع الدولي والدعم الدولي لهذه المستعمرة لذلك هناك متغيرات فرضتها هذه التضحيات وهذه البسالة وهذا الصمود الفلسطيني وهذه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب كما قلت علنا وتحت الكاميرا ومن هنا فيجب أن ننظر إلى المستقبل برؤية مختلفة تماما عما هو قائم حاليا نعم الكاتب المحلل السياسي الأستاذ حمد فرائنة كنت معنا شكرا جزيلا لك ومن صحيفة الشرق كريكاتير حول المناطق الآمنة التي يزعم نتنياهو أنها هناك والكريكاتير بتوقيع على اللقطة متابع خطة ما بعد الحرب في غزة وفشل القضاء على حماس ودعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية اقتراح أمريكي بشأن غزة هذه العنوين وغيرها نقرأها في الصحف العالمية أمر قد يجعل نتنياهو أكثر تهورا تقرير للغارديان حيث استهل التقرير بعرض لتسلسل الأحداث منذ السادس من أيار حيث قبلت إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار ويجد أن ذلك يعكس الوضع المتناقب الذي تجد إسرائيل نفسها فيه وتقول الصحيفة فمن ناحية تتزايد الأصوات التي تقول أن الطريقة الوحيدة لإعادة الرهائن هي إنهاء الحرب وهو مطلب كان تقريبا من المحرمات حتى أسابيع قليل مضت ومن ناحية أخرى فإن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو متردد في قبول أي نهاية للحرب مدعيا أن الطريقة الوحيدة لإعادة الرهائن هي من خلال الضغط العسكري في رفح وأماكن أخرى وبحسب الصحيفة يبدو تغيير المزاج واضحا أيضا من خلال استطلاعات الرأي وفي استطلاع نشرته القناة الحادي عشر العامة قبل أسبوع من غزو رفح أيد 47% من المستطلعين وقف الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بينما عرض 32% فقط وتتابع الصحيفة بالقول سهم عنصران رئيسيان في هذا التغيير الأول هو إدراك أنه على الرغم من القوى العسكرية الهائلة التي مارستها إسرائيل في غزة وعلى الرغم من حصيلة القتل الهائلة التي تجاوزت 35 ألف فلسطيني والتدمير الهائل للمساحات الحضرية في كل أنحاء قطاع غزة فإن حماس لن ترفع الراية البيضاء وستواصل القتال وقد استعادت السيطرة المدنية الفعلية على العديد من المناطق التي انسحبت منها إسرائيل عمليا أما الثاني وهو أن قضية الرهائن أصبحت أكثر أهمية فبعد ما يقرب من 220 يوما من الحرب تمكن الجيش الإسرائيلي من تحرير ثلاث رهائن أحياء فقط من أصل 240 رهينة اختطفتهم حماس ونختم الحلقة بكاريكاتير والد هاندلزمان حول معاناة بايدن في العثور على حل وسط وهو أمر صعب من الواشنطن بوست نشاهد وصلنا الآن المشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا بين السطور شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء